يعني من الرسامين القلائل جداً اللي ما رسمتوا صورة لصدام حسين يعني ما رسمتها ولا أرسمها يعني أنا ضد كل من يعني ضد الدكتاتورية يعني ولا وضد اللي يشتريني بفلوس بالخليجة سادة جاني لرسم واحدة يرسم ملك السعود هذا العبدالعزيز ما رسمتها قلت له ما أعتذر يلا شوان تريد يدزون عليها كيف هاد الدول الخليجية هي مؤجد وما يقعرفون يعني ما يعرفون هذا شخصي دا يكلفني دا يهديها قلت له ما أرسم ما أرسم ولحد الآن تدري يدرون بالبيتان ما أرسم أي واحد يعني رسمت شخصيات أموات متوفين نعم متوفين متوفين أو أموات نفس الشي فمثلا المسرحية رائدة المسرحة زينب اللي هي فخرية عبد الكريم اسمها مدرسة لغة عربية فرسمتها لأن أشعر هذه مناضلة وما ساهمت وقدمت للعراق أكثر من السرحيات يوسف العين يعني هي الدور الأول إلها ولا يذكرها يوسف العين أيضا يخاف يذكرها لأنه هل قد مسلطين الضوء عليها ويحاربوها فإلى أن ماتت توفاها الله توفاها الله المرة رسمت أيضا لم يقع عباس عمارة لم يقع عباس عمارة ما بطيتني فلوس قالت ارسمني هي شنو قصتها اللي تريد تحكي بيها قبل شوية تقول هي أيضا مؤمنة بأنه هناك ملاكة إلى جانبها يحميها يعني أمن نفس الإيمان هي شنو اللي تعرضت له يعني مثلا دزوا عليها إلى وين بالحرس القومي لا الجيش الشعبي يعني هي الحرس القومي العفو بـ 63 إيه أي وانسجنت فترة و ليش لأنه تجاهها شيوعي تقول أني مش هي من لسانها تقول أني مش لكن تفكيرها يساري يعني مع الفقير تتبرع بفلوس لناس ف ساعد الفقراء ساعد الفقراء ف دزوا عليها جواحد قالها وتلميذ يعني عن لسانها داعتي تلميذ تقول قالها أنت مطلوبة هي كانت مدرسة ثانوية مدرسة عربي وثانوية عربي ولغتها العربية وتقول أني أكثر لغتي تحسنت وكلها من القرآن الكريم وهي صابئية طبعا صابئية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة